سلام عليكم و اهلا و سهلا بكم معي فيديو جديد من اسلوب حياتي فيديو نهاردة نعمل مع بعض وقبة لزيزة جدا جدا وهم حاجة انها كمان اقتصادية و موفرة اوي و يعني غير مكلفة و كميتها وفيرة ما شاء الله تكفي عيلة كاملة و كمان طعمها مميز جدا جدا و سهلة في تحضيرها و طعمها لزيز اوي هتعجب كل اللي دقها و شكلها كمان جميل لا تنفع في العزمات او تنفع كواجبة غدا في اي يوم عادي اه و طريقتها بسيطة ان شاء الله هتعجبكم و يلا بنا نتابع الفيديو و نشوف المأدير و طريقة التحضير وهنبدأ بسم الله و هيكون معايا في المأدير نص كيلو فراخ في ليه مفرومة فاي كبة عنديك كده بتتفرم وبتكون نعمة وجميلة بالشكل ده معايا كمان معلقتين كبار بقسمات ناعم و في التوابل معايا ملح وفلفل اس و دوتون بودر وبصل بودر و كسبرة مطحونة برضو من كل حاجة كده مع علاقة صغيرة هبدأ اضيف بقى الفراخ المفرومة و معاها البقسمات والتوابل والبقسمات هنا اللي هي الخبز اليابس المطحون اللي بكون بالشكل ده كده وكمان التوابل واخلط كل المأدير كواس جدا مع بعض وبعد كده بجيب مياه وبدهن بها ايدي قبل ما ابدأ كده في تشكيل كرات الكفتة بقل معايا بشكلها كده على هيئة كرات متوسطة الحاجة والتوابل هنا طبعا تقدر التقليل فيها حاجة تزاودي حاجة يعني مسلا لو عندك بهارات فراخ مشكلة دي بيكون فيها توابل كتير يعني لو بتحب طعمها ومتوفرة عندك تحط منها يعني التوابل دي دايما لو حاجة قلت او حاجة زادت مش مشكلة خالص على حسب الطعم اللي بتفضلي وبكمل بقى تشكيل كرات الدجاج كلها بالشكل ده بعد ما بخلصها بابدأ بقى اشوحها في طوصة كده على النار بها معلقة سمنة ومعلقة زيت وعلى نار متوسطة كده وبابدأ اشوح كرات الدجاج او كفتة الدجاج اللي معايا يعني عايزين يديها لون كده دهبي من برة وتكون متماسكة مش شرط يعني تكونها تستوي من جوة لاني لسه هنحطها في الفرن تكمل سواها مع بقية الحاجة وبحاول اهز الطاصة كده عشان تاخد لون من جميع الجهات من غير يعني ما ما مقلب فيها بالمعلقة وهي لسه طرية عشان شكلها ما ما يبص يعني من المعلقة ولما بتتمسك كده بابدأ بقى اطلعها وتكون اخدت لون دهبي جميل بالشكل ده وبكمل تحمير بقى الكمية بعد كده بقى المكونات اللي معايا معايا هنا بطاستاتين كبار مع اطعام شرايح بالشكل ده ومعايا كمان اتنين اه ارنفلفل حامي اتنين فلفل رومي تلات طمطمط كده صغيرين صفيت المياه من على البطاطس وفي بتاعي او طاجن او صانية او اي حاجة وده سمك شريحة البطاطس بالشكل ده بحط بقى البطاطس الاول وبقطع عليه بقى الخضار اللي قلنا عليه الفلفل الحامي هنا لو مش بتحبه يعني استغني عنه واكتفي بالفلفل الرومي ولو عندك برضو فلفل آآ الوان ممكن تضيفه برضو فلفل الوان بعد كده الفلفل الرومي بقى شرايح برضو كل حاجة متقطع على شرايح البطاطس والفلفل الحامي والفلفل الرومي وكمان هقطع الطماطم شرايح برضو بنفس الشكل دي كده هتكون عبارة عن صانية بطاطس بكفتة الدجاج او بقراط الدجاج آآ يعني بدان ما نستخدم فراخ او نستخدم لحمة او اي حاجة دي طبعا اوفر بتكون اقتصادية ونص كيلو الفراخ الفلي هنا بيرمي معانا كمية كبيرة من الكفتة وبيكون طاج محترم كده او صانية محترمة بتكفي عيلة كاملة ما شاء الله وبيبقى كميتها جميلة كده وفيرة واقتصادية جدا. وطبعا لو عايزين تقطعه في المرحلة دي برضو بصل شرايح ممكن بصلاية كبيرة كده تتقطع شرايح مع باقي الخضار بنفس الشكل كده. ومعانا في التوابل ملح وفلفل اسود وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا. بضيف بقى كل التوابل على الخضار اللي قطعنا كله كده مع بعض وبقلبهم مع بعض كواس جدا بخلط التوابل. انها كده تيجي على كل الخضار اللي عندي. وصفة بسيطة جدا وسهلة واقتصادية وبيطلع طعمها لذيذ جدا جدا يعني على على قد سهولتها كده وبساطتها وبساطت مكوناتها بس فعلا طعمها لذيذ وتحفة جدا احلى من اي وجبة يعني متكلفة وفيها مكونات غالية. بعد ما قلبت بقى بعد كده بحضر بقى الصوس اللي هيستوي فيه البطاطس عبارة عن شربة فراخ اللي بقال لكم دايما ببقى شايلها في الفريزر لأي طبخة بكون مش سلقة حاجة بستخدم الشربة دي. شربة فراخ وفيها معلقة كبيرة من صلصة الطماطم وملح وفلفل. وبصب كده وبتحط طبعا الكمية على قد ما بتحب الصوس بقى وطبعا الكمية دي هتقل شوية هيمتص منها البطاطس اسناء التسوية وهتقل شوية. وبيكون جميلة طبعا الاكلة دي بالصوس كده ما يتاكل مع الرز بتكون حيل بقى. بعد كده بجيب بقى الكفتر اللي كنا شوحناها. بارصها كده مع مع البطاطس. وطبعا تقدروا تعملوا الاكلة دي زي ما قلتلكم كده فتاج فخار في صانية الامونيوم عادية فتاج زي اللي انا عاملاه ده. فاي حاجة هكون جميلة قوي. وكمان ممكن لو انت عاملها في صانية الامونيوم مثلا تديها غلوة كده على عين البتجاز من فوق الاول. ولما تغليت دخليها الفرن تكمل سواها. وممكن تدخليها من البداية في الفرن. يعني زي ما تحبي. انا عشان اتجن لمعايا بايريكس فمش اقدر احطوه على العين مباشرة. هغطيه ودخله الفرن. وقبل ما دخله بس بعد ما رصيت الكفتة كده هضيف للبطاطس بقى او للصانية كده عموما مع لقتين كبار من السمنة. آآ لان الاكلة كلها مفاش دهون كتير خالص. محطين لهاش اي دهون. فدي كده هتدي طعم جميل للاكلة بتاعتنا. ولون كمان جميل كده لما نفتح الشوايا في الاخر يعني. بعد كده هغطيها ودخلها الفرن على ارضية الفرن من تحت على درجة حرارة متين يكون فرن سخن. بدخل التاجن بقى على ارضية الفرن الاول. ولما بيغلي آآ برفعه على الشبكة اللي في الوسط وبسيبه يكمل سوا. وبعد كده بتأكد من تسوية البطاطس كويس بارفع بقى الغطة. وبفتح الشوايا بسيط آآ ياخد آآ يحمر كده يعني ياخد وش بسيط مع الكفتة وبخرجه على طول. انتو لو الصانية اللي بتستخدموها مفهاش آآ غطة كده تغطوا بورقة فويل وتحطوها برضو على الارضية وهكزا نفس الحاجة لا اما تدوها غلوة لو هي صانية الامونيوم فوق البتاجات زي ما قلتلكو. بعد كده تدخلوها تكمل سوا. وهي بقى آآ الطاجن بتاعنا كده في الفرن. هعمل بقى رز بشعرية كده بيكون جميل جدا مع الاكلة بتاعتنا او رز ابيض بس اعمل النهاردة رز بشعرية. طبعا في مادة دهنية كده سامنة مع زيت. طبعا حمر آآ الشعرية وبحب اخلي لونها يعني فاتح او ما بغمقهاش. عشان في النهاية يتدي بيبقى لونها جميل كده في وسط الرز. لما بتبقى غمق قوي بيكون الرز غامق كده وشكله مش حلو الحقيقة. آآ بعد ما بتوصل للون الدهب الفاتح البسيط ده. بنزل بقى بالرز المخسول. وبقلب بقى الاتنين مع بعض. عشان قبل ما بشوح في الرز شوية. هي كمان الشعرية هتحمر شوية. فهي لو غامق او نزلنا الرز وقلبنا هتقعد تغمق اكتر. فبنزل عليها الرز وهي لونها فاتح كده في البداية. وبنشوح بقى الرز مع الشعرية مع بعض كويس جدا لغاية ما الرز كده نحس ان اتغلب بالمادة الدهنية. ووسيخن كده كويس معها. بعد كده بكون محضرة مية مغلية. بنزل بيها بقى على الرز. المية المغلية احسن بتدي نتيجة طبعا احسن من المية البردة لانها اتبرده معانا وممكن يعجن. انما المغلية هو سخن كده بيبقى النتيجة افضل ويطلع الرز فلفل وجميل. بحط طبعا مقدار المية المناسب بقى اللي كلنا عارفينه. وبعد كده بحط الملح. وبقلب كده الملح بحيس ان يدوب برضو كويس مع مع المية وبنلاحز ان هو خلاص المية اللي مع الرز يعني اللي ضفناها غليت بسرعة لانها كانت مغلية اصلا. بدوب كده الملح. وبعد كده بهدي النار شوية لغاية ما يتشرب. وبعد ما بتشرب خالص بتديله تقليبة بسيطة وهدي بقى عيني البوتاجاز شامعة كده وسيبه بقى يكمل سوا. يعني بالطريقة المعتادة بتاعت الرز اللي كلنا عارفينها. لغاية ما يستوي بيكون جاهز معنا. وده شكل الاكلة بقى النهائي. آآ الرز بقى ده شكله جميل جدا ومفلفل ولون الشعرية فاتح كده زي ما بقول لكم. وبالتالي الرز كله بيبقى لونه جميل وفاتح. وده بقى طاجن البطاطس بالكفتة الفراخ الخطير خطير تحفة تحفة بجد. بصوا بقى البطاطس امتص شوية من السوس وقال ازاي? آآ وطبعا البطاطس استاوت كويس جدا وكفتة الدجاج كملت سواها. وفتحت الشوايا بقى لما بتأكد ان البطاطس استاوى كويس. بكشف الغطا وبفتح الشوايا كده. دقايق بسيطة بصوا الكفتة اخدت لون محمر كده اكتر. والبطاطس كمان وخلاص كده بصوا البطاطس مستوي زي الزبدة بالزبط. والسوس كده متدي له لون جميل. وكمان كفتة الفراخ طبعا مستوية كويس جدا. واكلة بقى جميلة جدا. قلولي ايه رأيكم بقى في سهولتها وطعمها بجد تحفة كل اللي هيكل منها. هيحلف يعني بتعمها وبحلوتها. وتنفع كمان في العزومات على فكرة. وعملت معكم قبل كده فيديو عملنا وصفات كتير في الغداء وكده. بنات كتير قالولي دي افكار حلوة للعزومات. وهن وهنطبقها ان شاء الله في العزومات. طبعا تنفع للعزومات اكيد اللي هي كانت محشي وفراخ وجلاش باللحمة المفرومة وحاجات كده. هتلاقوا الفيديو في شاشة في النهاية ان شاء الله لو تحبوا تشوفوه. وكمان الوصفة دي تضيفوها لعزوماتكو. هتبقى جميلة جدا او في اي يوم كده لوحدها مع الرز. آآ هتعجب كل اللي يدقها وبالفة هنا وشيفة لله هيجرب. واتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكو. بشكركم جدا ومع الف سلام.